اشتركوا في القناة احتفالية بعيد الام من منظور مختلف وهو دور الجمعيات الاهلية في تكريم الامهات اما الفقرة الاولى فهي فقرة مهمة جدا جدا لانها بتهتم بالام مرض امراض الاسنان وكيفية التعامل معها وطبعا زي ما احنا عارفين ان من اكثر الالام اللي ممكن يشتكي منها اي مريض هي الام الاسنان وعشان كده معانا الدكتور عبدالحفيز شريف استشاري التركيبات وجراح الفم والاسنان بالقصر العيني ومدير الادارة العامة لطب الاسنان سابقا هيكلمنا عن كثير من الامور المرتبطة بالاسنان التركيبات الجراحات علاقة الامراض المختلفة بالاسنان ومشكلات الاسنان اللبنية لدى الاطفال وكمان هنتكلم على الاورام اللي بتنتج في الوجه بعد جراحات الاسنان وكيفية الوقاية منها والتعامل معها وكثير من الامور واسعدنا تلقي استفساراتكم واسئلتكم مع ضيوفنا الكرام ودلوقتي خلونا نرحب دي الفقرة الاولى الدكتور عبدالحفيز شريف اهلا وسهلا بحضرتك دكتور شريف زي ما يعني نوهنا في البداية ان الام الاسنان من الالام اللي بتبقى لا تحتمل ولكن علاجها في منتهى الضقة والاهمية لان الاسنان بتبقى لها ارتباطات وعلاقات مع امراض اخرى ولكن الكثير من المرضى يغفلون ذلك وما بيبقاش عارفينه فريد حقك توضح لنا علاقة المرض والامراض المختلفة بالاسنان وكيفية التعامل معها بسم الله الرحمن الرحيم اولا طبعا بيجينا المريض طبعا عندنا هنا في مصر ثقافة الاسنان تكاد معدومة فالملاحيز دي مهمة جدا جدا لكي يعرف بها كل ايه مريض اسنان ويرتقى وفي نفس الوقت يوفر على نفسه مجود كبير ويبقى واضح مع دكتور اسنان اولا في امراض عندنا بيبقى مريض نورمل طبيعي وفي مريض بيبقى عنده مرض ماه ليه امراض سيستام الدزيز يعني امراض عامة بتخص كل جهاز مثلا مثلا لو كلمنا عن مثلا مريض مثلا زي مريض القلب مريض القلب دوان بيتعرض لدكتور اسنان ان كان مركب دعامة او كان عنده عامل عملية قلب مفتوح او خلاف او كلام زي كده اه نمر واحد في مريض زي كده لازم يكون صريح مع الدكتور ويقول له انا مثلا بتعالي كذا كذا ومش بتكلم بس لا بتقارير وعمل كان عمل ايك وعمل كذا عمل كذا بتحاليل والدكتور بناء على التقارير ده يعني بتدي يحط الخطة ويشتغل الرسالة حضرت مهمة جدا دكتور لان بعض المرضى اما الطبيب بيسأل عن التاريخ المرضي ليهم بيستغربوا بيعتبروا يعني بيحسوا ببعض الضيق انت بتسأل عن اشياء يعني بتتدخل في حاجات تانية ما تخلينا في السنة اللي بتوجعني او الدرس اللي بتوجعني ولكن ده لمصلحتهم وده اللي احنا بنوضحه في البرنامج ده بناخد شفت بعيد شوية عن ايه جزء الاسنان هنتكلم فيه ولكن بندور على الحاجة اللي هي الخفية اللي هي لازم يكون زي الدكتور النفساني المريض لابد يكون يحق ليه يوضح له كل الخفاية على اساس يبني خطة معينة وينجح العلاج في وقت قصير ويتبنى الموضوع من ايه توزد فبالنسبة احنا بنجي نتكلم عن مثلا مريض ده القلب احنا قولنا سوى ان كان انواع الامراض هو الضغط عالي ضغط مخفض او اعمل دعامة او 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 طبعا الحاجات دي محتاجة اولا دكتور اسنان بتعامل معها بياخد حساطات اللازمة مثلا لابد مريض مركب دعامة ما يجيله المريض مثلا الاسنان عاوز ينظف لابد قبل منها بتلات ايام يكون واحد مضاد دحيوي يغطي حاجة اسمها امبريلا مضاد دحيوي تلات ايام او قبل منها بساعتين او 8 ساعات واختلاف المضاد دحيوي حسب ايه وضع الساعات على اساس يبقى متواجد المضاد دحيوي في الدم في جسمه سيستيميك فبيغطي له الميكروب ما يتحركش من النسة يخش على الدعامة يبتدي شيء ميكروب اسمه سبايروكوت في اللسة يبتدي مكانه اصلا على صمام القلب الدعمة تبتدي احصل فيها خلا فاحنا من هنا بناخد الاحتياط اللازمة ما يبقاش المريض عارف ان الشباب فيه انه هو تم التعامل مع الاسنان بعد فترة بيروح يقولوله في مشكلة في الدعمة ولا دكتور البشر باخد باله منها ولكن هي مشكلة اسنان في الوقت هل الرمض له علاقة بمشكلة الاسنان؟ الرمض من اخطر المشاكل لان اي دكتور رمض لابد يوجه المريض للاسنان في حاجة اسمها فوك الانفكشن انه بتبقى الجذور متقيحة موجودة في الفك ده مجرد الدكتور يعمل العملية الميكروب ده بيجرى على مكان العملية ممكن يحصل له عمل فدي من الحاجات الخطيرة اللي احنا ايه لابد ناخد بالنا منها ونمل احتاجنا اللازمة فيها طيب اعلقة الاسنان بالالتعبات الازن الوسطى او بالسامة؟ والله هي كله بيصب لان الجيب الانفي ده جزء ان نقدر نقول احنا ولاد عم بمعنى الاخر الجدر اللي تلاقي ممكن تلاقي الجدر بتاعة الدروس اللي فوق داخل على اول الجيب الانفي ميكروبات بتخش الجيب الانفي بتعمل التهبات بتعمل تلوز تعمل كيس بتخش في جراحة فبتسبب له مشاكل كتير يعني ممكن فعلا تبقى فيه ألم في الأذن في الأذن وفي الجيوب الأنفئة وفي الجيوب الأنفئة على الأعلى ومش ألم وباسة بتدخله في جراحات تبدأ من الكيس أو الخراج أو أعمالات بناء تيومر أو تيومر حاجات اللي هي صرفنا ننتقل بقى دكتور إلى يعني مريض حالاته بتبقى حرجة جدا وفي غاية الدقة وهي المرأة اللي في مرحلة الحمل وخاصة في الشهور الجولة واللي بيبقى عندها قائمة ممنوعات من تعاطي أي أعقا قير فدي نعمل معها إيه في وقت ألم دي من الحاجات المهمة اللي احنا بنبتلك لها الباب اللي هو بمعنى الست الحامل دي اللي لابد بتتابع مع دكتور النساء الدكتور النساء لابد التقارير ما توصل لدكتور الأسنان بتكشف سوى إن كان فيه ألم في الأسنان أو إجراحي أو خلافه فيه لابد بتعامل مع مضادات حيوية معينة عشان فيه مضادات حيوية بتسبب مثلا زي التترسيد أو التترسايكلين بيعمل الودن بياخدها الطفل بعد كده بيحصل ليه خلل في السمع يعني يكاد يفقد السمع أو الأسنان بتبقى حاجة اسمها هيبربليجيا أو ديسكولاريشن ألوان تبقى السنة كده شكلها غبي بتبقى ألوان هابوني وده طبعا بيبقى حالة نفسية بالذات لو بنت أو حاجة زي كده بتبقى مشكلة فيما بعد نمرة اتنين برضو التعامل دي أول حاجة في الأدوية نخش في الإجراء بقى طب الأسنان طبعا نفترض أنه يعمل علاج جزور أو يعمل عملية أو في ثلاث شورة نوتران مصدر دول مهمين لابد الدكتور ينتبه إليه ويعرف التقرير ويقرأه وشوف هل هي مثلا نورمل ضغط عالي ضغط واطي بتاخد أدوية تثبيت لأن هنا بتاخد بنج معين في التعامل معها فترة اللي هي لأن بتزيد فيها الهرمونات بتاعتها وبتعمل أرح وتبقى لسة بتاعتها ملتهبة وتعبانة ده بصرف النظر أن كان ألام الأسنان فلابد التعامل في الم فترة أصرت موضوع البنج وده يعني هقف عنده شوية وخاصة أن فيه بنج بيبقى موضعي وفيه بنج ممكن تبقى يعني قلي فهل بنج الأسنان له تأثير على الحمل جدا لأن يفضل بنج يكون مفوش مادة الأدرينالين لأن مادة الأدرينالين هي نفس مادة الميسترجين مادة الميسترجين لما بتروح الأخت مثلا في الفترة الأخيرة من الولادة وبتزود الطلق على أساس بتفتح قوي سريع أو غيره نفس الهدرينالين بيعمل كده بيعمل حاجة اسمه فوزو كونستريفتد فبيتزود الطلق فممكن هي في عادة الأسنان تروح إيه؟ يحصل لأ إيجاد المريض للسكر الكتور دايما بيبقى خايف وبياخد تعليمات كتيرة جدا أنه يتعرض لأي جرح أو أي إصابة لأنه عنده مشكلة في تغلط الدم طيب لو جاء مريض السكر بقى وتخوفاته من خالع الأسنان أو خالع الدروس أو إجراء أي عملية جزور أو ما شابه يعمل إيه؟ أول إجراء ليبدأ في مريض السكر يعمل لي تحليل كيرف على أساس أعرف نسبة السكر هل هو بياخد الأدوية بانتظام هل هو كنترول أو مش كنترول نمرة 2 لابد ياخد برضو أمبريلا مضاد ضحاوي على أساس الميكروبات ما تنقلش واخدش بغرغرينة أو مشاكل اللي هي السكر في الفم نمرة 3 لابد الجزء بتاعته الزيارة تكون في فترة صباحية يكون واخد العلاج بتاعه وفترة صباحية عنده دكتور على أساس تقلل من مخاطر ويبقى الإجراء سليم ونحصلش كومبوليكيشن بعد الخلع أو جراء وعي ده كلام حاجة ده بيقول أن وعي المريض مهم جدا جدا في علاجه في علاجه آه يعني مش بس الطبيب الشاطر لا أنت كمان كمريض لازم تبقى عندك وعي بمشكلتك والأمراض اللي موجودة عندك وكيفية التعامل معها خاصة مع مرض آخر زي ما احنا بنتكلم مشكلة الأسنان وبرضو بعد إذن حضرتك في مريض السكر برضو البنجي ما يكونش فيه أدرانيل ليه إحنا محتاجين في المساحة الفك عندنا العضن بتاعه هارد فوق صفت فإحنا محتاجين للمريض السكر الدم يمشي يعني مثلا يمشي في الفك بمعنى إيه البلاتسابلاي وخلال بولومورفك وخلال اللي هي مناعة للميكروب أو 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 بالذات لو هو ممكن بيبقى مهمل بيبقى عنده جير أو أو دي بتعمل إنفكشن إنفكشن يعني التهابات تدخله في مشاكل اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها دراي سوكت تقيح في الفك الكلام اللي هو إيه 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 كوميليكيشن بتاعت مرض السكر البنجي بتاعه برضو ما يكونش فيه أدرانيل تماما أنا ابتصال من مرابح من المنوفية أهلا وسهلا بيكي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك دكتور عبد الحفيز أيها تفضلي سؤالك طيب خدت تابعي معانا ومعاك دكتور شريف لو في حالك عايز تسألها أي سئلة طيب حضرتك بتعودني عنده سنة ونوص كده داخل عالسانتين بيطلع دروس بسنان وكده ففي سلقات في السنين فهل دي فيها مشكلة أو عادي تمام تابعي معانا السؤال الأول حضرتك اللي بتشتكي بنا السناني كلها بتوجعك لما تيجي تضغط عليها تاكلي ولا لوحدها بتوجعك من غير أي حاجة سخن وبارد أو هوى أو بتاكلي حاجة مسكرة أو حاجة ملحة معانا مرابح طيب انقطع الاتصال يعني ايه الاحتمالات الحالات اللي ممكن يحدث فيها ألام للأسنان وخاصة يعني يعطاك النافس مبكرة ويعني عندها طفل حديث فهل ده مرتبط بمراحل الولادة والحمل بالنسبة السؤال الأول لها في أكتر من سبب عندها لو هي بتضغط على أسنانها طبعا بندور المشكلة هنلاقي مثلا فيه جيوب فيه خراج فيه مش قادرة تلمس الفك اللي فوق بالفك التحت فيه ألم لوحده كده عمال على البطال يبقى ده مثلا فيه حاجة فيها استسويس وفيه حاجات وصل العصب لابد الأول إجراء علاج اللسة ثانين عمل إشاعة زي البانوراما تبين لي توضح لي ما بين الدروس اللي هو خافش بيه وتبين لي كمان كمية العظم المتاكلة لو كان ناسا عندها حاجة مرجر برونطايتس حاجات تأكل في اللسة تأكل في العظم فيه نزيف الدم مستخدم الفرشة يبقى هنا دخلنا في القصة الأولية اللي هو تنظيف أول حاجة معالجة اللسة يليها معالجة كان حاجة بوصلها للعصب تتعالج حشو أعصاب أو مثلا سوس سطحي يتعالج حشو ده بالنسبة للمشكلة المرابح في الأول طيب معنا اتصال كمان من حاتم من البهيرة بالنسبة للطفل نتكلم على الطفل طيب ناخد اتصال من حاتم وحاولت نجاوب على مشكلة الأطفال كمان مع سؤال حاتم أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا خير يا فن أهلا وسهلا الفل حضرتك ممكن أكلم الدكتور أهلا وسهلا بيكي تفضل معاك دكتور أهلا وسهلا بيكي أنا سناني كلها بتتلخلخ ودروسي وبخلع أي حاجة كده وأخي أي حاجة بيدي بخلعها بيدي ومعنديش سكر ومعنديش ضغط ومعنديش أي مرض يعني وباخد للكهاب اللاسة ده باخدله في نادون حاجة اسمها في نادون كده وحتى اللي قدام بيتتخلخه السناني اللي قدام بيتتخلخه ورحت لكذا دكتور ما حاجة تديني نتيجة لغاية ما واحد قال لي فيه فيرس في اللاسة حيخلص لا تقع وبدخم بشراسة يعني فكت عايزة استفيد يعني طيب بخليت تبرع لهم كله كوه باظه حتى اللي ماسك شوية أو سنة اللي ماسك شوية لو كالت عليها بتتلخلخ وبخلحها بيدي خليك معنا على التليفون دكتور عبدالحفيزة يتفاعل معاك ويسألك وبرضو لو في حاجة تبقى متواصل معنا حضرتك نمرة واحد يريد تعمل تحليل سكر اللي هو تراكمي تعمل تحليل سكر تراكمي معلش دي نمرة واحد هتعمل تحليل سكر تراكمي ممكن تشمعنا لا يأكد بس تراكمي عشان نعرف فيه أو فيه عملت عملت ما عندي السكر خالص طب هو فيه حاجة اسماء فيرس لسه لا أنا لسه أكلمك حضرتك نمرة اتنين ما فيش سكر يبقى هو ده حاجة اسمها مرجنبرونتايتس واللسه طبعا العظم متاكل لو احنا يجب نعمل إشاعة بانوراما نشوف كمية العظم متاكل هتلاقي الميكروبات أصلا واكلة المادة اللي بين السنة أو الدرس وبين العظم فبالتالي تتلخلخ ده نتيجة التدخين كتير وعدم النظافة وإهمال بقاله فترات طويلة ده السبب الرئيسي ما فيش حاجة اسمها فيروس فيروس حاجة لا اللي بينعنيه في اللسه مكروبات مكروب مثلا ده بيتخد له مضاد دحاوي بيموته أو يمنعه ولكن انت دي تراكمات سبقى من سنين طويلة شكرا يا أستاذ حاتم فأول حاجة تعمل إشاعة البانوراما وبناء عليها التحديد تتحلل المشاكل وما تخلعش دي كده خسارة أي سنة تتخلع لابد يعمل إشاعة ويشوف تتحلل بعمليات في اللسه ممكن تتحلل وتعمل ترقيح حاجات في العظم وكلام ذا كتا وتتثبت لو هي وصلة لجريت فور يبقى مش هتثبت الأسنان وتبقى مرحلة منتهية يبقى في بداية الأخرى بداية الأخرى بقى التركيم وكلام ذاكي شكرا يا أستاذ حاتم من البحيرة طيب حضرت كنا برضو قبل هذا التساؤل كنا بنتكلم عن تساؤل آخر خاص بالأسنان اللبنية والأطفال والفرقات بين الأسنان أنصح الأمهات دايما بالنسبة للأطفال ما يخلعوش حتى لو تحتاجد ضرورة قبل الخلع أو قبل أي إجراء لابد من عمل إشاعة بانوراما عشان نطمئن قبل ما نخلع أن في الخلية الأصلية اللي يطلع السنة المستديمة أو الدرس اللي هيعيش به الطفل أو الطفلة في حالة ما لقناش يبقى لا بد نعالج وفي حالة لو الدكتور مش أخصائي وخلع أو وقعت في الظروف دي لا بد تركب حاجة اسمها سبيسمن تينيس يعني محافظة على المكان بحيث أن ما تيجي السنة اللي تحت تطلع تطلع في الاتجاه السليم ما يخدش الطفل في تقويم ده حقيقي في عندنا مشاكل كتيرة للأطفال لأن بعد وقوع أسنانهم اللبانية بتظهر أسنان بحجم أكبر أو بتدخل على بعضها أو بتظهر بطريقة غير منتظمة دي السبب إنه هو مركبش الجهاز إلا هو لو خلع لكن أنصح يعالج ما فيش حاجة ما يخلع إلا في ظروف ما تحت منها كيس تحت كذا كذا هيئز السنة الأصلية اللي تحت أو درس ففي الحالة بنخلع ونركب السبيسمنتين الحقيقة يعني موضوع الأطفال ده موضوع شائق وكثير من الأمهات بتشتكي من أسنان الأطفال نخرج فاصل ونرجع تاني نستكمل حوارنا مع دكتور عبد الحفيز شريف أهلا بيكم مرة تانية نستكمل حوارنا مع دكتور عبد الحفيز شريف ونصائح لمرضى الأسنان أهلا بيكم مرة تانية عايزين بقى حضرتك نستكمل حوارنا ونتكلم عن جزء مهم خاص بالدعمات القلب وعلاقتها بمرضى الأسنان وخاصة بعض المرضى اللي مركبين جهاز تنظيم ضربات القلب اللي هو البازميكا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمرضى القلب أنصحهم دايما بشيك أب عن دكتور أسنان تنظيف وعلاج اللسة بصفة دورية عشان فيه ميكروف في اللسة بيعدي تلاتة ملي ستة ملي ده بيأتو بالمعنى أصح من اللسة بيبقى على الفالو الصمام القلب اللي مركب ده عمي بيعمل لمشاكل هناك دي واحدة بالنسبة لجهاز بازميكا دي من أهم الأسئلة الجميلة اللي سألتاني حضرتك لأن دي بتخفى عن أطباء الأسنان الجهاز ده أصلا مصمم للتنظيم ضربات القلب وبيشتغل فيه مجناتك فلد مجال مغناطيسي مشكلة دكتور الأسنان لو حاجة بسيطة بيخلع العيان لو هو ماسك كماشة وما فيش عازل بين الاتنين بيعمل حاجة زي صدمة كهربائية ممكن تنهي المريض نهائيا طيب فيه بقى حاجة مهمة جدا عايزين نختارك المجال فيها وهي موضوع وقضية التركيبات أي حد الوقت بيروح لعيادة الطبيب الأسنان بينصحوا بالتركيبات على طول وبيدينوا محاسن ومزايا التركيبات وأنواعها المختلفة وده كمان بيدخل فيه مشكلة تانية وهي هل الدكتور الطبيب الأسنان هو اللي بيختار للمريض الأنواع المناسبة لي والمريض هو اللي بييجي بيقول أنا عايش كذا يعني حاك دينا لكلنا الضوء على موضوع هو سؤال مع حضرات جميل جدا لأن الناس تايها والأطباء تايها بمعنى دلوقتي أولا غلوه أسعار خمات الأسنان بالنسبة للتركيبات فيه مريض أصلا بيبقى ظروفه عاوز يركب بيجي يقترع الدكتور يقوله والله أنا عاوز يركب لامينيت عشان منظري التاني عشان يأكل التالت لابد يتحقق اللي هي الأهداف اللي هو الوظيفة والجمال والشكل المنظري عام ما نيجي من المنظر العام ده بيخضع لحاجات كتير أولا من عضة المريض العضة بتاعت المريض السنة فوق السنة غير مثلا ما يكون قدام غير وراء يجي يقوله عاوز أركب لامينيت الضغط بتاعه ممكن نكسر التركيبة دي طبعا بالنسبة للتركيبات اللي هو الناس اللي هي مثلا العام اللي عاوز أتركب عشان تاكل وتشهر وكلام زي كده طبعا يتركوا الباب للدكتور ليه؟ بتتوقف على حاجات كتير عوامل منها كمية العضن منها التركيبة سابتة أو متحرك منها 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 حاجات كتير فأحيانا التركيبة متحركة دي بتبقى أفضل الناس لأ بتلجأ للسابت فده اختيار الدكتور لإنه بيشوف من خلالها محاور كتير سمك الأسنان المساحة الفضية المكان دروس ولا أسنان قوة العضلات قوة العضة طبيعة الأكل يعني حاجات بتنصح أن التركيبات تكون بالتنصيق والاختيار ما بين طبيعي تقييم الدزاين يعمله الدكتور ويقيم الحالة من ناحية أولا من ناحية المرضية العامة يعني ما جيش مريض سكر مثلا أروح أركب له ثابت وهو مهمل ما فيش كنترول هياخد التركيبة والأسنان تنزل الحقيقة يعني قضية مهمة وحقيقة وضحتنا يعني الأبعاد الموجودة والمرتبطة بقضية التركيبات وحوار حضرتك خلال الحلقة كان في غاية الأهمية وتناولنا نصائح لمرضى الأسنان من منظور مختلف ومن زوايا دقيقة بنشكر حضرتك دكتور عبد الحفيز شريف استشاري التركيبات وجراح الفم والأسنان ومدير الإدارة العامة لطب الأسنان سابقا شكرا لحضرتك ونتمنى توصل للناس كده ويبقى في تسقيف في الجلسات إن شاء الله بإذن الله أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل حوارنا والفقرة التانية مع الأستاذة عزيزة عبدالعزيز سيدة الأعمال وهنتكلم فيها عن دور الجمعيات الأهلية في الاحتفال بعياد الأم